موسيقى عمال التربية رفعوا شعارات الاحتجاج امام مديرية التربية والتعليم للجزائر الوسطى في وقفة احتجاجية نظمها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حيث قالوا بانهم يطالبون الوزارة بتنفيذ وعودها التي قطعتها لهم والتي وعدت بتنفيذها قبل الواحد والثلاثين ديسمبر على حد تعبيرهم الوزارة باكملها تمضي على محضر وتعطيك الى ثلاثين ديسمبر ورانا قريب الفصل الثاني روح يخلص وما كان حتى حاجة في الميدان كيفاش مادم وزارة راي تخلت على القرارات اللي مضتها بيدها كم السؤولة هيئة دراسية كيفاش حناك معلم ياخدوا علينا ابرز ما نددوا به عمال التربية عبارة اينين للزوال التي يعتبرونها اقصاء للاساتذة الذين عملوا لسنين طويلة باعتبار ان القانون الجديد لا يمنحهم امتياز الترقية بالاقدمية هي لما صدر القانون 08-315 المعلمين واساتذة التعليم الاساسي اللي فيناه ظهرت شبابهم في قطاع التربية سماوا الرتب انتهم اي للزوال معناه يبقاوا في هذا التصنيف حتى نخرجوا للتقاعد القوانين السابقة وكلما يصدروا يلقوا الموظف قيد الخدمة يدمجوا في الرتبة القاعدية الجديدة الا هذا القانون اظلم المعلمين والاساتذة وخلاهم في نفس التصنيف انتهم وفي نفس الرتبة انتهم السكن الوظيفي لمدراء المؤسسات التربوية كان من بين المطالب التي رفعها المحتجون الذين قالوا بان هناك الكثير منهم بل لا يستفيدون منها وان هناك غرباء عن قطاع التربية يستفيدون من هذا السكن اشتركوا في القناة